لم تعد نقطة العلم آمنة قصف أمام بوابتها جنود الجيش في غصص الماضي بطائرات إماراتية واضحت حاليا مصدر تهديد للمواطنين العائدين إلى عدن أو عبرها تقع نقطة العلم التي تمثل مدخل رئيسي لمحافظة عدن تحت سيطرة ميليشيا الحزام الأمني المدعوم إماراتيا وفي عصر الجمعة الماضي حاول مواطنون العودة إلى أعمالهم أو منازلهم لكنهم وجدوا أنفسهم عالقين في مداخل المدينة ووفق رواية مصادر محلية فإن العديد من الحافلات المدنية التي تضم العشرات من العائلات تم احتجازها مسبقا في مدخل زنجبار من قبل نقطة تابعة للحزام قام أفرادها بقطع الطريق بين عدن وابيا احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لكنه حاول حرف مسار الحادثة باتجاه توظيفها سياسيا لصالح صراعه مع الحكومة والجيش وقال في بيانه إن المحتجزين هم مئات من مهجري مأرب قسرا ورغم أن بيان الحزام اعتبر ذلك جريمة إنسانية إلا أنه وعد بتأمين وصول المحتجزين أي تهجيرهم إلى محافظاتهم الشمالية حوادث التقطع للمدنيين في مداخل المدن الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الانتقال تجدد التساؤلات عن اتفاق الرياض الذي وعد اليمنيين بحل نهائي يضمن عودة الاستقرار والأمن لعدن وهو وعد لم ينجز بعد ما يجعل المواطنين الضحايا الصراع السياسي أينما ذهبوا في أسواق المدن ونقاطها الأمنية أو على بوابتها